هل من عنده من الرجال شهوة قوية ممكن أن يكون هذا سبب من أسباب تعدد العلاقات الجواب مرة ثانية نعم طبعا أنا مرت عليه قصص كثيرة وجلست مع رجال كثيرين طبعا الرجال في قضية العلاقة الحميمية أو علاقة الفراش في الزواج أصناف وأنواع في المقلين وفي المتوسطين وفي المكثرين المقلين اللي هم مثلا يعني أحيانا بالأسبوعين مرة بالثلاث أسابيع مرة تصير معاشرة بينها وبين زوجته المتوسط هو اللي مرتين في الأسبوع مثلا وهو الطبيعي ثمانين بالمئة من الرجال غالبا مرتين لثلاث مرات في الغالب طبعا حسب عمر الرجل يفرق العدد معنا لكن أنا أتكلم الآن بشكل عام من غير الدخول بالتفاصيل المكثر المكثرين أنواع ممكن خمس مرات في الأسبوع ممكن سبع مرات في الأسبوع في بعض المكثرين يصير مرتين باليوم طبعا أنا مرت عليه حالات وهي موجودة بنسبة ثلاثة بالمئة في العالم أو أربعة بالمئة يصير باليوم الواحد عند القدرة والطاقة أن يعاشر زوجته ثلاث إلى أربعة مرات في كل يوم أنا مرت عليه بعض الحالات من الرجال ست سبع مرات في اليوم طبعا يعني حتى بعض الزوجات كانوا يوني ويقولوا لي يريت بس يعني تقنعها يتزوج واحدة ثانية حتى إحنا بس نرتاح وفعلا أنا دخلت في أكثر من حالة الزوجة يات وطلبت مني أني أقنع زوجها أنه يتزوج بأخرى ومن غرائب القصص اللي أنا عشتها أنه مر زوجة قالت لي أنا مستعدة أدفع المهر هو طبعا الزوج ما كان عنده أمكانية فقالت لي أنا مستعدة أدفع المهر وفعلا هو تزوج بي ثانية وهي دفعت المهر يعني هذه قصة أنا عشتها فعليا فعلى كل حال يعني هذه القضية فيها مقاسات ليس كل الرجال واحد ولكن للنساء واحد أصناف وأنواع وكل صنف له طريقته وله نظامه لكن إذا أحنا بنتكلم عن يعني الغالب الغالب هو المتوسط ما لم يكن عنده ضعف أو عجز طبعا الضعف يختلف عن العجز في قضية العلاقة